السلام عليكم متابعي دراما سبورت بعد ما رحل كريستيانو رونالدو ليوفينتوس وبعد خسارة ريال مدريد من الأتلاتيكو بالسوبر الأوروبي أغلب مشجعين نادي ريال مدريد نفضوا إيدهم من أي بطولة حكيت قبل مرة أنه ريال مدريد من دون رونالدو كمان فريق مرعب ولو عندي راموس وكروس وبيل بنادي روما فما رح أرضى بأقل من الشامبيونز ليك جمهور ريال مدريد متعود على وجود نجم سوبرستار بفريقه والمشكلة الأكبر أنه فلورنتينو بيريز عودهم على هالشي كعادة بيريز بيبيع لاعب سوبرستار وبيشتري لاعب تاني كمان سوبرستار لكن هالسنة كل التعاقدات تبع ريال مدريد كانت أغلبها تعاقدات مع لعيبة شباب هاللعيبة الشباب للمستقبل كتير كويسين لكن أندية مثل برشلونة وريال مدريد والأندية الكبرى ما بتنتظر أكتر من سنة عندي إحساس أنه الريال رح يتعاقد مع نجم سوبرستار والرقم سبعة تبع كريستيانو رونالدو رح يلفسوا نجم سوبرستار وهالإحساس أكدوا الصحفي الإسباني الشهير بيبي أسترادا بيبي أسترادا من الصحفيين اللي أخبارهم دائما موسوقة 100% أكد أنه بيوم 27-28 الريال رح يتعاقد مع نجم سوبرستار اللاعب الأقرب لخلافة رونالدو هو كيليان ميمبابي بحسب الصحفي بيبي أسترادا طبعا هذا الشي بيعتمد على عقوبة الاتحاد الأوروبي لنادي باريس سان جرمان بسبب قانون اللعب النظيف يعني بالمشار محي إذا كان في عقوبة على نادي باريس سان جرمان من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب قانون اللعب النظيف فأكيد نادي باريس سان جرمان رح يكون مجبور يبيع أحد لعيبته الكبار ما تظن بلورنتينو بيريز غير الاستراتيجية تبعته واللي فاز فيها بأربعة دوري أبطال خلال آخر خمس سنوات لهيك طقم الرقم 7 رح يكون من نصيب لاعب جديد مين هو يا ترى؟ هازارد، ليفاندوفسكي، نيمار ولا كيليان ميمبابي خلونا نشوف لنهاية فترة التعاقدات مين هو اللاعب الجديد اللي ممكن من الريال يتعاقد معه هذا كل شي حبيت أحكي عن تعاقدات ريال مدريد أو التعاقد مع نجم سوبرستار بتمنى يعجبكم الفيديو، كونوا بصحة وخير وسلامة